اخطر حيوان مفترس في المحيط صاحب القوى البصرية الثاقبة بنيانه الجسدي صارم لأبعد الحدود ومع ذلك فهو الوحش الأكثر اجتماعية وصاحب أعلى نزد زكاء في كل الحيوانات البحرية ومصنف عالميا بأنه الأقوى والأشرص بلا منازع ومن الناحية الثانية هنلاقي كابوس المحيطات الكائن صاحب أسوأ سمعة في تاريخ المحيطات كلها هما جي ومتوحش بشكل غير متوقع بيتربع على قمة قاتل البشر داخل المياه بشكل عام مدشن بكمية هائلة من الأسنان الحادة والمتغيرة بشكل دوري ومستمر يا ترى أيهما أقوى يا صديقي أهلا وسهلا بكم على أجمل وأجمد قناة على الكوكرا أنا أحمد سليمان وده أول فيديو في زلسلة معارك أسطورية بس اشترك يا صديقي وتابع فيديوهاتي الحصرية أول بأول في الفيديو ده هنعرف أيهما أقوى قطل الأركة القاتل ولا القرش الأبيض الكبير أولا العدوانية في أعماق المحيطات يا صديقي بتحدث معارك أسطورية بين أسماق القرش وحيتان الأركة القاتلة لكن بتظهر مباشرة عدوانية حيتان الأركة اللي بتتلزز بقتل أسماق القرش بطرق عجيبة وغريبة إنها بتقتلها في أغلب الأحيان فقط وبتتسبب لها في إصابات في منتهى الخطورة والمعروف عن حيتان الأركة كمان إنها بتقتل أي شيء بيتحرك وقت شعرها بالجوع والمميز فيها لعبها بالفرائس قبل الأكل وتم إثبات بعض الحالات إن حيتان الأركة ممكن تقتل لمجرد إنها تلعب مش بس علشان تفترس الضحية أو تكلها في حين إن أسماق القرش تتغلب على حيتان الأركة في مسألة العدوانية وده لإنها على قدرة خارقة في شم رائحة الدم وتقدر تطلق عليها اسم الآلة الحادة في المحيط دمويتها الكبيرة بتخليها تقتل الضحية بمنتهى الشرصة وعدد ضحايا سمك القرش من البشر سنويا بيتعدى الآلاف وبالتالي عدوانية أسماق القرش بتزيد عن عدوانية حيتان الأركة ثانيا القوة طول حيتان الأركة القاتلة ممكن يوصل لعشر متر ووزن الحوت ممكن يزيد عن خمسة طن وبتزيد النسبة كمان في الإناث عن الزكور في حين أن القرش الأبيض ممكن يوصل وزنه ل2 طن وتزيد النسبة وتقل في شكل بسيط في حالة البلوغ الكامل وطوله ممكن يوصل ل4 متر للذكور و6 متر الإناث وبشكل عام فأكيد قوة الحيوانة المفترس بتعتمد على حجم جسمه وطوله ووزنه وبالتالي بيتغلب حوت الأركة في مسألة القوة على القرش الأبيض الكبير ثالثا قوة العدوانية قوة العدوانية كلنا عارفين أن أقوى عدوانية في تاريخ المفترسات كلها هي عدوة تمساح النيل أو تمساح المياه العزمة لكن في المحيطات يا صديقي الوضع بيختلف تماما ورغم حدة أسنان القرش بشكل عام والأسنانها بتشبه الخطافات وقوتها المرعبة الواضحة جدا إلا أن حوت الأركة بيتفوق عليها لأن عدوة حيتان الأركة بشكل عام ممكن توصل ل19 ألف رطل للبوصة الوحدة يعني أسنان فتاكة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في حين أن قوة عدد سمك القرش بتوصل ل4 ألف رطل لكل بوصة وأظن أنه واضح قوي أن في دي كمان بيتفوق حوت الأركة القاتل على كل الكائنات البحرية عامة وسمك القرش الأبيض خاصة رابعا سرعة السباحة سرعة حيتان الأركة بتوصل ل48 كيلو متر في الساعة لكن أثناء التحرك الهادئ بتكون سرعتها ممكن توصل ل6 كيلو متر لكن لو تكلمنا على سمك القرش الأبيض هنلاقي أن سرعته بتوصل ل56 كيلو متر في الساعة الوحدة وبكده بتتغلب أسماك القرش البيضاء بشكل كامل على حيتان الأركة في مسألة السرعة لكن على فكرة أسرع كائن في المحيط مش حوت الأركة ولا القرش الأبيض نهائي هو الدلفين العادي والجميل قوي وابن الحلال ده مثلا الزكاء حيتان الأركة بدون أي شك بتحتل المرتبة الأولى في قائمة الزكاء على مستوى كل الكائنات البحرية رغم اجتماعيتها المعروفة إلا أن حد بزكائها وصدها الجماعي بتجبرك على احترامها يا صديقي وربما زكائها البالغ دوت كان سبب في إزلالها وصدها علشان تكون أخطر وأشرص وأهم وأشطر بهلوان في السر وده في حد ذاته كان سبب أساسي في زيادة نسبة العدوانية عندها على عكس أسماك القرش الهمجية اللي بسبب همجيتها المفرطة يستحيل تشوفها في سرقة أو بتلعب أي غواص على سبيل المثال بالعكس كل الغواصين في أعماق المحيطات بتحترم أسماك القرش تماما وبكده فقوة الزكاء بتتغلب فيها حيتان الأوركة لكن لو تكلمنا عن الهمجية فأكيد أسماك القرش هي اللي تتفوق على حيتان الأوركة سادسا مهارة الصيد على المستوى الجماعي زي ما ذكرنا بتتغلب حيتان الأوركة على أي منافس لها داخل المحيطات لأن سلوكها الاجتماعي بيجبرها تصطاط في مجموعات وده بيوضح النهوات الأوركة المنفرد بنفسه بيكون صعب عليه يقدر يصطاط بنفس السرعة والمهارة اللي بتحصل مع المجموعة في حين إن سمك القرش يا صديقي مفترس وحيد بطبه قادر على التهم أي فريسة وقتلها بسرعة ساروخية بنيانه العضلي بيمكنه من أتل أي فريسة بيحاول يصطادها وبكده يا صديقي نصحت الأساسية ليك تلاشت تكون موجود في أي مكان بتتواجد فيه حيتان الأوركة أو أسماك القرش بشكل عام علميا حيتان الأوركة بتتفوق على أسماك القرش بشكل كامل وكافة الإحصاءات اللي تم رصدها بتقول إنها أقوى وأشرص من أي كائن تاني في المحيط لكن غالبا في مواقف تانية بتحصل وارد إن الكاميرات تصورها ونشوفها وبشكل عام عايزك تسيب لي في التعليقات أيهما أقوى من وجهة نظرك أنا عن نفسي شايف إن حيتان الأوركة هي الأقوى والأشرص والأسكى وكل شيء دلوقتي بقى هسيط لك جزء من فيديو خاص بحيتان الأوركة في تفاصيل كتير ما قدرتش أوضحها في الفيديو ده مهم جدا ولازم تتفرج عليه بالكامل الفيديو كامل هيظهر لك في آخر الفيديو بتاعنا وهتلاقي اللينك بتاعهم في صندوق المقترحات وبكده أقدر أقول لكم دمتم أمنين كانت بتلعب معهم كالعادة وفجأة تحول الصرح الماء الممتع لساحة من القتل الهمجي قدام ماءات المشاهدين واللي لسه فاهمين إن العرض طرفيه مش حقيقي تخيل إنك في يوم كنت في عرض مائي ومرتب يومك كله إنك تتفرج على أخطر كائنات المحيط وهي بتمارس الألعاب البهلوانية مع مدربين السباحة مدربين السباحة دول من المفترض إنهم على احترافية كبيرة جدا وعندهم قدرة للتعامل مع الكائنات دي وفجأة قلب السحر على السحر الحيتان القاتلة هي الكائن الأشرص بلا منازع داخل مياه المحيطات ارتفع بيوصل لتسع أمطار تقريبا سباحة ماهرة لأبعد الحدود وسمك القرش صاحب السمعة السيئة بيعكز على مجبهة شراسد وهمجية الحيتان القاتلة واللي واضح من اسمها طبيعتها المفترسة حسب تقارير العلماء والصيادين أكبر حوت أورقة تم الوصول إليه وصل وزنه لعشر أطنان وطوله زاد عن تسعة متر بأسنان خارقة لأجسام الضحايا سواء كانت فقمات أو حبار عملاق أو حتى سمك القرش الأبيض والأكبر من كل أنواعه الخطر الأكبر يا صديقي بتمتلك وحيتان الأورقة المحجوزة داخل الأماكن الترفيهية أيا كان اسمها واللي تقدر تقول إنها برك سويرة بتحجم منطقة الحوت القاتل بشكل إجباري سجن معزول فيه عن طبيعته اللي اتخلق عليها وده كفيه ليخلي سلوكياته بشكل كامل عدوانية بشكل يفوق الوصف تم سيط حوت أورقة وأطلقه عليه اسم تليكا واللي بعد حاجزه ومحاولة تدريبه بسبب السلوك العدواني اللي تملكوا الحوت ده قدر يقتل ثلاث مدربين في خلال سنتين طيب ليه مش لازم يبقى مع الكلبة على المركب في منطقة الأورقة وليه لازم تحلق شعرك بالكامل وليه حيتان الأورقة أخطر وهي ميتها عن مدى خطورتها وهي عايشة ضمرت اللايك ولا لسه يا صاحب الخطوة الأولى التعود تقول لا طبيعة حيتان الأورقة زكية جدا بيقدروا يفهموا طبيعة رضول الأفعال البشرية وعن طريق تكرار حرقات معينة من المدرب أو الإنسان المتفاعل معها بشكل مستمر بتقدر حيتان الأورقة إنها تعرف إيه ممنوع من الأفعال فاتبطل تعمله ده نفسه بيخليها تحاول تعود المدرب بشكل متكرر لأنها عايزة تعرف لأي مدى مسموح لها بالعضب وهنا لازم المدرب يكون حرس جدا وحازم في رد فعله علشان تفهم من خلال حدوده إن الفعل ده ممنوع بالتالي هتتوقف عن تكرار عملية العضب الخطوة الثانية إحلق شعرك